مصادر الصحفية من الجماعات الرعية للتطرف في لندن والتي تقدم دعمها المالي للمتظاهرين ضد الحكم الشرعي في البحرين وأكدت المصادر أن التمويل الإيراني للجماعات المتطرفة في البحرين بدأ ينحسر ويقل لأن النظام القطري اجتمع مؤخراً مع عدد من المعارضين والمتمردين في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بهدف عادة توجيه دعمهم والتخطيط لمواصلة سلسلة التخريب في بلدانهم هذا ويستمر المسلسل الطويل من المؤامرات القطرية ضد المنامة منذ نحو عقدين فالأدلة على ذلك كثيرها أبرزها ما بثه تلفزيون البحرين من تسجيلات هاتفية المسربة بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة بن عبدالله العطية والإرهابي البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان والتي كانا يتآمران فيها على إثارة الفوضى في البحرين ترجمة نانسي قنقر